مرحبا وكيفكم؟ معكم وردة محمد وأهلا وسهلا فيكم بالفيديو الغامس والأخير من سلسية مفرش الوردة 10 إن شاء الله بهذا الفيديو حشرحكم طريقة صنع هاي الورقات اللي شايفينها قدامكم طريقة شبكهم مع بعضهم البعض طريقة شبك هاي الورقات أيضا بالوردة وبالمفرش الأساسي طبعا إذا ما كنت يعرف طريقة صنع الوردة مع طبقتين الورقات اللي تدور دائما تدور وأيضا طريقة صنع الجزء الدائري الأساسي من المفرش فكل الروابط حترك ياهم صندوق الوصف وبإمكانك ترجعيهم وتتعلم طريقتهم وتبدأي معي بالورق بآخر فيديو وقبل ما أبدأ بالشرح لا تنسي تشتركي بالقناة بالضغط على زر الاشتراك حتى نصل لك فيديوهات القادمة ثلاثة اللي جديد اللي حنزلها على القناة أول ما أنزلها ويا الله خلينا نبدأ أولا سأقوم بعمل عقدة عقدة البداية بعد ذلك سأثبت السنارة بها وسأحيك أربعة عشر غرزة سلسلة إذن طبعا السلاسل ما تشديهم كثير هيا عندك اثنين ثلاثة أربعة ثلاثة ثم أربعة بعد ذلك عندك الغرزة الثانية خليني أقرب الكاميرا بالغرزة الثانية الآن ما بدنا نشتغل نخلي الخيطين فوق مثل ما كنا عم نشتغل بالمستطيلات اللي ركبناهم بوسط المفرش الدائري هلا بدك تشغلي فقط بدخل السنارة ويضل عندك فوق فتلة واحدة هذا الخيط واحد ويكون عندك من تحت الاثنين هاي وهاي مثل ما شايف قدامك وبدك تحيكي غرزة حشو طبعا ليش نحن نسوينا هذا الاشي حتى يكون لدينا هون مسافة لما بدنا نشتغل داير ما تدور الورقة نستطيع نشتغل أيضا من الأسفل إذن هاي أول غرزة حشو بالثانية ثانية غرزة حشو بالثالثة كذلك غرزة حشو بدك تكرري هذا الشي على كل الغرز بالنهاية حيكون عندك 13 غرزة حشو هذا الشكل بعدين بدك تحيكي غرزتين سلسلة وانتك انت جاسة تشغلي بهذا الشكل بدك تلفي شغلك هكذا بعدين مكان ما شغلتي آخر غرزة رقم 13 غرزة الحشو بدك تحيكي أيضا نفس المكان غرزة حشو مثل ما شايف قدامك بعدين أسفل كل الغرز بدنا نبدأ نحيك غرزة حشو هوني أول واحدة بعدين لي بعدها ثلاثة ثم عشرة مثل ما شايف قدامك بعدين عندك آخر غرزتين ما حنشتغل فيهم حنتركهم بهذا الشكل بهاي الطريقة والآن سنرتفع بغرزة سلسلة ونقلب الشغل بهذا الشكل من الخلف بدنا نبدأ نشغل بغرزة الحشو الفتلة الخلفية بالفتلة الخلفية إذن هدخل السنارة بفتلة الخلفية واشتغل غرزة حشو بهذا الشكل عندك هذه اثنتان ثلاث كل غرزة غرزة واحدة أربعة عشرة ثم إذا عشرة والآن وصلنا للسلسلتان هنحك بأول واحدة داخلها هنحك غرزة حشو بعدين بدك تساوي سلسلتان بعدين بثاني سلسلة ثاني سلسلة تبعيت الدور الأول بدك تشتغل عليها غرزة حشو وبعدين تبدأ يتحكي غرزة حشو بالفتلة الخلفية على باقي الدور طبعا آخر غرزتين ما حتحكي عليهم بهذا الشكل بقى عنا غرزتين ما ححكي عليهم اشي بعدين مباشرة نرتحها بغرزة سلسلة وقلب الشغل ابدأ بالدور يلي بعده هنا بدي اشتغل ايضا بالفتلة الخلفية يعني هاي الورقة جميع غرزها بالفتلة الخلفية بدي اشتغل غرز حشو بالفتلة الخلفية حتى اوصل للسلسلتان يلي اشتغلتهم بوسط الورقة مثل ما شافي قدامك اشتغلت هذا النص وصلت للسلسلتين بدي اشتغل على اول سلسلة بدخل فيها بشتغل غرزة حشو بعدين هنحيك سلسلتين بعدين على السلسلة الثانية اللي من الدور السابق بدي حيك عليها غرزة حشو ايضا وبعدين مباشرة نحكم غرز حشو بالفتلة الخلفية على باقي الورقة او عفوا على باقي هذا الدور طبعا لكن اخر غرزتين ما ححيك عليهم غرز حشو مثل ما شافي قدامك باقي لغرزتين هتركهم هاي الغرزة وهي الغرزة وانتقل مباشرة للدور يلي بعده ارتفع سلسلة واخلب العمل وبدأ اشتغل بغرزة حشو بالفتلة الخلفية هاي الورقة كل ادوارها بنفس هالطريقة مثل ما شايفة بدك بالفداية دائما تشغل غرز حشو بالفتلة الخلفية حتى توصل للسلسلتين اول سلسلة تحيك عليها غرزة حشو واحدة بعدين ترتفع بسلسلتين بعدين هوني تاني سلسلة هتحيك عليها غرزة حشو بعدين بتكمل الدور غرزة حشو خلفية وتتركي اخر غرزتين وتنتقل مباشرة من الدور اللي بعده بارتفاع غرزة سلسلة وبنافس الطريقة داير ما تدور هاي الورقة بالنهاية بديكون عندك مثل ما شايفة هوني أننا نحن 1 هاي الوسط عندك هوني 1 2 3 هون عندك 1 2 تمام بدك تضلي تروحي ترجعي وتروحي وترجعي بعدد الادوار حتى يصير عندك واحد من الاطراف فيه 1 2 3 4 5 والطرف الثاني فيه 1 2 3 4 انا حكملهم وفرجيك كيف هيكونوا مثل ما شايفة أقامك بعد ما خلصت اخر دور من الورقة قبل ما اشبكها عندك من هذا الطرف 1-2-3-4 وعندك من الطرف العلوي 1-2-3-4-5 هلا باقينا دور واحد هذا الدور هيخلي الطرف العلوي خمسة والطرف السفلي ايضا خمسة لكن هذا الدور هنشغله ونحن جالسين نشبك هاي الورقة بالمفرش والوردة يلي حكناها مثل ما شايف قدامك نحن عنا بكل دور من البتلات او من الورقات 8 ورقات هون عنا بالبداية 3 شبكناهم يعني باقينا خمسة لازم نشبك فيهم ورق طبعا اولا عندنا هون اللي 3 هدول هتركهم هتجيب هدول الخمسة اللي بالاعلى هتثبتهم مع بعض بماركر حتى نحن جالسين نشتغل بالبتلات اللي تحت او الورقات اللي تحت ما يزعجونا بهذا الشكل هتثبتهم بعدين هنبدأ نشبك الورقات يلي بهذا الشكل اللي شرحت لك ياها هلا بهي الورقات اذا اولا بدك تجيبي اول ورقة هنبدأ من هذا الطرف نمشي داير ما تدول الوردة كل كل بتله او كل ورقة بهذا الشكل هنشبك عليها ورقة اذا هنبدأ طبعا تكون الورقة بهذا الشكل الزاوية تبعيتها هوني بدنا نشبكها اسفل هاي الورقة هوني بهذا الشكل فهتكون بهي الطريقة اذا هنبدأ عندك سنارة هفكها هدخلها بهذا الفراغ هوني عنا فراغ هاي السلاسل وبعدين هتجيب هاي الغرزة ودخلها بهذا الشكل بعدين ارتفع غرزة سلسلة واشتغل غرز حشو خلفية كأني عبكمل الدور تماما ما في اي فرق اشتغل غرز حشو خلفية حتى اوصل للسلسلتين يلي بالزاوية في الاعلى بعد ما انصلت للسلسلتين السلسلتين التي في الاعلى هشتغل بالوسط هلا ما بدنا نشتغل على السلاسل هنشتغل بفتحة السلاسل يعني بالوسط هشتغل غرزة حشو بعدين هحط الورقة بهذا الشكل اشتغل غرزة حشو بفتحة السلاسل وبدي اجيب اول ورقة هذا وادخل السنارة هوني واشتغل علي غرزة حشو اذا حلف الشغل بهذا الشكل هاي الورقة الاولى هدخل السنارة هوني اشتغل فيها غرزة حشو بهاي السلاسل هوني غرزة حشو عادية بهذا الشكل بعدين هكمل على الورقة بسلسلتين ايضا هحيق غرزة حشو ثم هكمل باقي الورقة بغرزة حشو بالفتلة الخلفية وطبعا اخر غرزتين ما هنشتغل عليهم بهذا الشكل بعدين هديك ترتفع بغرزة السلسل وتقص الخيط وتسحبيه بهذا الشكل بكون خلصنا تشبيك اول ورقة خليني افرجيك كيف شكلها بهذا الشكل طبعا بالنهاية لبعد ما نخلص كل الاوراق كل الشغل بانك تخفي خيط البداية وخيط النهاية لكن هلا بس حتى افرجيكي بعدين بدك تبدأ تشتغلي تصنعي ورقة ثانية تبدأ ب 14 غرزة سلسلة وتصنعي الادوار نفس الطريقة اللي شرحت لك ياهم بامكانك اذا نسيتي الخطوات مادرة تحفظيها ترجعي لهالدقيقة بالفيديو وتبدأي من جديد معي بورقة ثانية لانه نحن هنحتاج لكل وردة خمس ورقات انا طبعا جهزت الورقة الثانية حتى مباشرة اشرح لك طريقة وصل الورقة الثانية هنجيب الورقة الثانية بعدين ايضا هنشبكها بهذا الشكل طبعا انت بيكون عندك طرفية 1 2 3 4 وطرفية 1 2 3 4 5 رقم الخمسة هو بديكون اللي باتجاه الورقة الاولى وعندك هاي الزاوية نحن بدنا نشبكها باسفل الورقة الثانية بهذا الشكل اذا اول اشي ما هرتفع بغرزة سلسلة ومباشرة هدخل السنارة باول غرزة بالفتلة خلفية عندي بعدين هدخل السنارة بالفتلة خلفية من اول غرزة عندي اياها من الورقة الاولى بعدين هحيك مباشرة غرزة منزلقة لاشبك الورقتين مع بعض وانتقل الغرزة اللي بعدها هقرب لك الكاميرا حتى توضح لك الغرزة اللي بعدها هدخل السنارة بالفتلة الخلفية وايضا بالفتلة خلفية للغرزة الثانية من الورقة الاولى ايضا بالفتلة خلفية اسحب السنارة من جميع الغرز ايضا بالغرزة رقم ثلاثة بهذا الشكل غرزة منزلقة بالغرزة رقم اربعة وبالغرزة رقم خمسة كذلك بعد ما خلصنا الشبك بخمسة غرز هنتقل عادي على الغرزة السادسة واحي غرزة حشو خلفية حتى اوصل كل غرزة عليها غرزة حشو واحدة خلفية حتى اوصل لهي السلسلتين اذا فقط عندك من البداية بدك تحيكي خمسة غرزة منزلقة لنشبك الورق مع بعضهم وبعدين عادي بتكملي الدور تماما نفس الورقة الاولى هلا اكملت غرزة حشو وصلت له السلسلتين هاحيك بالوسط غرزة حشو بعدين بدي حيك الثاني غرزة حشو تكون على هاي السلسلتين من الخلف هجيبهم بهذا الشكل ودخل السنارة واحيك غرزة حشو بعدين هاحيك غرزة حشو مكان السلسلتين اكمل على الورقة وايضا اكمل باقي الغرز وغرز حشو خلفية حتى اخلص هذا الدور على الورقة طبعا اخر غرزتين ما هتحيكي عليهم متل ما شاف ادامك بعدين نرتفع بغرزة السلسلة ونقص الخيط ونسحبه بهذا الشكل شبكنا ورقتين مع بعض شبكناهم ايضا بالوردة بهذا الشكل بدك تكرر نفسها الطريقة بالضبط بالنسبة للورقة الثالثة متل ما شافت دانك احنا شغلنا ورقتين وهي الثالثة بدأنا فيها بدك تشغلي ايضا ورقتين بدك تحطيهم في الاسفل هنا عندك هاي ورقة هوني بدك تكون تشبكيها مع هاي الورقة وايضا تشبكيها هوني والورقة الخامسة كذلك بدك تساويها نفس الاشي اذا انا هكمل الخمس ورقات كاملة وحرجعلك لما وصل لهوني حتى فرجكي كيف بدنا نكمل شبكها بالمفرش وهلا متل ما شاف ادامك خلصنا ورقة الاولى والتانية التالتة الرابعة الخامسة وهلا باخر ورقة باقي لي ثلاثة غرز حشو متل ما شاف ادامك طبعا نحن هنترك اخر غرزتين واول غرزة هوني عنا هنشتغل عليها لكن قبل ما نشتغل عليها بدنا نشبك هاي الورقة بالمفرش فمتل ما بتتذكري ببداية الورق شبكنا المفرش بزاوية او غرزة البيكو باخر غرزة صدفة هلا بدنا نشبكها ايضا بهاي الغرزة مباشرة بعد الورقة هون هي عنا هاي الغرزة بدنا نشبك فيها خلي الخيط فوق ودخل السنارة من الاسفل بعدين اجيب بهذا الشكل اسحبه بهذا الشكل بعدين عنا اخر غرزة ما هشتغل عليها غرزة حشو هشتغل عليها غرزة منزلقة حتى اثبت الشغل بهذا الشكل بعدين عنا غرزة سلسلة ارتفع قص الخيط اسحبه حيضل عنا طبعا غرزتين بعدين بدك تخفي جميع الخيوط خليني هلا افك هاي البتلات افرجيك النتيجه طبعا باقينا نخفي الخيوط طبعا مثل ما شايفه قدامك طبعا اذا كنت حابة تكوي الورقات فهذا الامر بعود اليك بامكانك تكويهم حتى الثبت الاطراف بمكانهم او الثبتهم حسب الطريق اللي حابت استخدميها وبهيكي باكون انتهيت من شرح طريقة صنعي الورقات وطريقة وصلها متمنى طريقتها كانت سهلة عليكم وطبعا هلا بكون خلصنا كل المفرش صراحة استمتعت جدا بتصويت طريقته هو منتع جدا ومتل ما شايفين حطيت يولو عليه كمان حتى يعني يكون تزين وانتو بيعود لكم تتفننوا بالالوان اللي حتستخدموها اذا حابين تحطوا خرز او لولو اي شي حابين تحطوه علي فانتو تفننوا طبعا اي واحدة بتنفذ هذا المفرش لا تنسى ترسلي صورة يولو على الحسابة على انستجرام وان شاء الله هساوي لكم منشن على الستوري عندي ونشوفكم بالفيديوهات الجاية ومع السلامة